سيرت مؤسسة وطن التنموية أمس الجمعة قافلة كسائية دعماً ومساندة لأبطال الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية السابعة في جبهة القتال وشملت القافلات أدوات كسائية ومواد عينية واحتياجات ضرورية للمقاتلين في الخطوط الأمامية في الجبهات كما قال القائمون على مؤسسة وطن إن القافلة تأتي كجزء من الواجب المجتمعي في مشاركة أبطال الجيش الوطني معركتهم ضد ميليشيا الحوث المدعومة من إيران دفاعاً عن الوطن والجمهورية وعن اليمنيين بدورها قالت قيادة المنطقة السابعة إن هذه القافلة تعبر عن لحمة الشعب والمواطن بجنود الجيش الوطني ووحدة الهدف والمصير مؤكدة عزم أبطال الجيش على تحرير البلاد من الانقلاب الحوثي وبسط سيطرة الدولة على كامل تراب اليمن هذا وتسير مؤسسة وطن قوافلة غذائية وكسائية للمقاتلين في مختلف الجبهات خاصة مع اشتداد المغرك الأخير التي تشنها أو يشنها الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الجوف ونهم وصروح وطن يسير هذا اليوم قافلة كسائية وكذلك الاحتجادة الضرورية للمرابطين في جبهة نهم ومفرق الجوف شكرنا الكبير لكل الداعمين ودعواتنا للمجتمع المحلي في عموم المحافظات اليمنية شكرا للمؤسسة الوطن لدعمها للجيش الوطني بالقافلة الكسائية لأبطال المنطقة العسكرية السابعة شكرا للمشاهدة